الموقف الفرنسي بطاعة الحال هو متصحي الأكثر موقف تصحينا في الغرب ولكنه فرض الناس هناك وأنا على يقين أن أيضاً اليوم سيخرج مئات الألاف في فرنسا وفي العديد من المدن لأن هناك أيضاً جالية مسلمة أو مواطنين مسلمين بالملايين ولكنهم للأسف المساجد هناك خضعت خضوعاً مطلقاً لأوامر وزارة الداخلية ولكن هل سيبقى هؤلاء الذين قيل بأن المئات منهم تم استدعاهم من قبل الشرطة الفرنسية هل سيبقوا صامتين على الرغم أن القانون الفرنسي يضمن لهم حرية التعبير؟ المشكلة أنهم لا يفهمون أن كل تراجع يدفعون ثمن أكثر من المواجهة ومن التحدي لأن هناك قوانين في نهاية المطال في فرنسا ليست جمهورية موز أو جمهورية عسكر عندنا يعني فيه يبقى فيه قضاء ولو عليه ملاحظات يبقى فيه رأي عام يبقى فيه إعلام ولو عليه ملاحظات ولكن للأسف الأئمة كلها في بلدان للأسف مع بعض البلدان قليلة جداً يخضعون بشكل رهيب وكأنهم ليس هم الذين يقرؤون آيات مجزلزلة وصادعة في القرآن الكريم تأمر بالمعروف وتنهى على المنكر ولكن للأسف يعني الكثيرين في فرنسا يخفون جداً جداً بدأت الناس بدأ المسلمين هناك يمتعدون جداً أنا كثيرين يكلموني من فرنسا يقولون أنهم قد لا يذهبون مرة أخرى إلى هذه المساجد لأن ليس هناك كلمة واحدة وإذا ما ذكرت فلسطين تذكر معها يجب لا نعتدد على الناس وكان فيه تلميح أن كان فيه اعتداء وليس مقاومين يقاومون احتلال إجرامي حتى بمنطق القانون الدولي يليتهم يقرؤون من القانون الدولي أنا أطلب من الأئمة الذين يخافون في الغرب أن يذهبوا إلى مبادئ القانون الدولي ويقرؤوها فقط في الخطبة يعني المثير هنا الشرطة البريطانية وضعت على حسابها في مواقع التواصل الاجتماعي توضيحا حول بعض الشعارات الإشكالية التي تطرح في المظاهرات هنا وقالت أنه حتى هذه الشعارات من الناحية القانونية لا يوجد ما يجرمها وهو شعار من النهر إلى البحر ويقال هنا في المظاهرات فلسطين حرة من النهر إلى البحر ومع ذلك الشرطة البريطانية قالت بأنه حتى هذا الشعار لا يوجد ما يجرمه إلا إذا وجه في وجه واحد يهودي أو أمام كنيس أو كان رافقه يعني اعتداء على يهودي إذا لماذا كل هذا الخوف؟ الخوف لأن البعض لا يفهم القانون في الدول الغربية القانون يعطيك حرية التعبير والخوف لأن هناك تخويف وهناك شيطنة فالكثيرين بدل من أن يواجهوا يتراجعوا كلما تراجعت يجب أن تفهم جيدا أنه دائما كلما تراجعت في وجه الطغات أو في وجه الظالمين ستدفع الثمن أكثر وأغلى وأفتح اشتركوا في القناة